قبل ما نتقل مع حضراتكم للخبر التالي وإحنا بنسمع كل هذا الكلام عن ديبيا لازم تبقى أنت شايف مصر حجمها الدولي ومصر حجمها الإقليمي قد إيه يمكن أكبر مثال تقدر تنظر إليه هو الدور المصري اتجاه قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة وهنحط أسئلة مين الدولة اللي قدمت تقريباً مئة ألف شهيد لأجل هذه القضية الإجابة مصر اتنين في دولة تانية قدمت مش هقولك بس نفس هذا العدد قدمت مثل هذا الدعم لتحرير فلسطين لا طيب تعال ناخد السؤال اللي بعده مين الدولة اللي لعبت الدور الأهم والأكبر كي يحصل الفلسطينيين على وثيقة للحكم الزاتي الإجابة مصر رجع ورايا المسألة الصلاحة ما فيهاش هزار مين الدولة اللي دعمت ملف أسلو سنة تلاتة وتسعين ومرست كافة أنواع الضغط للوصول إلى اتفاق أسلو أنا مليش دعوة بعد كده إيه اللي حصل يعني كنا اتفاق أسلو ده بنسميه وديعة رابين بنسميه مين هابقى أحكيلك بعدين المهم بعد مقتربين إيه اللي جرى مش هدنا اللي مسؤول عنه بقى بس مين غيري عمل كده ولا واحد حرفيا ولا واحد طب ده تلاتة وتسعين طب ومين اللي يوقف مع الفلسطينيين في انتفاضة ألفين؟ مصر طيب كل ده كوم وتعالى نروح على ما بعد ألفين واربعتاشر كوم تاني خالص كل الجهود المصرية بكل ما تملكه مصر من قوة وتركهم خبرات وعلاقات دولية علشان نقدر نوصل لمصالحات فلسطينية فلسطينية لتهدئة ما بين الفصائل لتهدئة ما بين الكيان الصهيوني في عدوانه المستمر وما بين الفصائل الفلسطينية والفصائل المسلحة الفلسطينية التي تؤكد على دعمها لأجل حرية الشعب الفلسطيني طيب مين الدولة تاني بقى مين الدولة التي لازالت مصرة حتى هذه اللحظة وبمنتهى الصراحة والوضوح على لسان قيادتها السياسية المتمكثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أي محفل دولي أو إقليمي على حل الدولتين بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين والعودة لحدود ما قبل 1967 هاتلي حد الكده قبل الرئيس أو زي الرئيس طيب وهو مين اللي راح علشان يعمل مشروع كبير لإعادة إعمار غزة مين تاني اللي عمل كده؟ بجد في دول كتير في الدنيا غنى مننا بكتير مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشر بس مين اللي عمل كده؟ السؤال بقى مين اللي قدم الدعم الحقيقي لفلسطين؟ سواء إذا كان بشهداء ولا بفلوس ولا بثقل سياسي ولا بقوة عسكرية واضحة أو بتركم خبرات؟ مين اللي يقدر يوصل فلسطين إلى أنها تكون دولة؟ الإجابة مصر طيب على كل إنه هو بس وجب أن أنت تبقى شايف ده وإحنا بنتكلم على ليبيا تبقى شايف ده لما نيجي نتكلم مثلا عن السودان تبقى شايف ده وإحنا بنتكلم مثلا على سوريا تبقى شايف ده وإحنا بنتكلم مثلا على إخواتنا في لبنان تبقى شايف ده وإحنا بنتكلم على المغرب وهكذا لازم تشوف الاتجاه أو طريقة التعامل المصرية مع كل مشكلات الإقليم وازماته وازاي ان كل مرة اللي بيحل مصر بس خلاص